موسيقى أنت ذكرت مجموعة أسماء وقلت هل أحد من هؤلاء ذكر أن لله ابن الإجابة نعم يحيى الذي هو يحدنا المعمدان ذكر وعنده مقولة مكتوبة في الإنجيل بس قبل ما أكمل الشرح عايز أسألك هو هل أنت فاهم لمعنى ابن الله إذا كنت متصور أن معنى ابن الله أن ربنا اتخذ من الإنسان ابنا أو أن ربنا اتجوز وخلف أو كل هذه المعاني هي غريبة طبعا على فهم الإنجيل فأحب أشرح لك بإجاز أن كلمة ابن الله معناها نور الآب السماوي لأن الله نور لا تدركه الأبصار فما دام الله نور لا تدركه الأبصار فهذا النور لابد أن يكون متولد مولود منه شعاع النور فشعاع النور هو ابن النور وده معنى ابن الله فابن الله هو نور الآب ولكن إيه العلاقة بقى بين نور الله وبين المسيح المولود من العزراء أن نور الآب السماوي نور الله حل في إنسانية المسيح متى حل في لحظة بشارة الملاك للعزراء والجنين بيتكون في اللحظة الأولى كان هذا الحلول الإلهي للنور الإلهي قد حدث لكي يبنى به هذا الجسد وهذا التجسد ومن ثم النور اللي هو ابن الله أعطى للجسد المأخوذ من العزراء صفته ابن الله فبقى الكدوس المولود منك يدعى ابن الله الملك البشارة بتاعته العزراء قال لها كثير فهل حد من الأنبياء اللي ذكرت اسمهم قال فكرة إن الله في الأقانيم على النحو اللي أنا شرحته مرارا كثيرا مثلا قلت أنا دلوقتي يوحنى المعمدان منفردا هو اللي ذكر هذا ليه؟ لأن يوحنى المعمدان كان معاصرا للمسيح فأولئك الذين كانوا سابقين على المسيح هيعرفوا منين ويشوفوا منين أن الآب السماوي نوره هو ابن الله إلا إذا أن هذا النور ظهر في الجسد فيوحنى الذي هو يحيى شف بعينه كيف أن نور الآب السماوي ظهر في الجسد فتكلم عنه لكن اللي مكنوش معاصرين كيف يعرفوا وكيف يتحدثوا عن هذا تقول لي طيب ما ممكن يتنبأوا بروح النبوة عن أن لله ابنه الإجابة إذا كنا سنقول على مستوى النبوة فالإجابة نعم هكذا تنبأ داود النبي وهكذا تنبأ سليمان الحكيم وهكذا تنبأ الشياء يعني الأنبياء عندهم التنبؤات كثيرة عن ولادة المسيح وأن ابن الله سيتجسد في هذا المولود اشتركوا في القناة